افتتحت سنوية القلب المقدس أعمال المنتدى المهني للدورة الثامنة الذي نظمته الجمعية الوطنية لخريجي سنوية القلب المقدس من أجل توجيه الطلاب التفاصيل لدى حسن مكاوي تحت شعر التوجيه التربوي والمهني الأفضل من أجل مستقبل آمن وواعد للطلاب انطلقت فعاليات المنتدى المهني الذي تنظمه الجمعية الوطنية لخريجي سنوية القلب المقدس في دورته الثامنة استهلت فعاليات المنتدى بمؤتمر نقاش بعنوان الصحة الإنجابية في تشاد وتأثيرها على الصحة الجنسية للشباب وحي النقاش عددا من الأطباء الذين قدموا توضيحات في مختلف جوانب الصحة وخاصة الإنجاب وأعطى هذا النقاش فرصة للطلاب بطرح أسئلة فيما يخص موضوع الصحة الإنجابية للشباب الدكتورة فاطمة محمد صالح أثناء مداخلتها دعت الطلاب إلى التبحر في مثل هذه المواضيع وذلك بالاستفسار من الأطباء والبحث في الشبكة العنكبوتية حتى يكون لهم وعيون في الجانب الصحي بشكل كبير وعلى هامشي نشاطات المنتدى تم افتتاح معرضا لتوجيه الطلاب إلى تخصصاتهم المستقبلية بالإضافة إلى العديد من المسبقات أعزاء المشاهدين كان هذا كل ما لدينا لهذا المساء إلى أن يتجدد اللقاء لكم مني أطيب المنح في أمان الله اشتركوا في القناة